السلام عليكم ورحمة الله قرار مهم من وزارة التربية وزارة التربية المديرية العامة للتقويم والامتحانات تسمح بتزويد الطالب الممتحن بدفتر امتحاني آخر في حال لم يتبقى له أوراق فارغة لإكمال الإجابة في الدفتر الأول وكما موضح في أدنى طبعا وزارة التربية تقول لا مانع من تزويد الطالب الممتحن بدفتر امتحاني ثاني لا أكثر بعد التأكد من عدم وجود أوراق فارغة في الدفتر الأول يمكن استخدامها في الإجابة وعلى المراقبة أن يسجل اسم ورقة الطالب الذي يطلب دفتر ثاني وأن ينتبه إلى ضرورة استلامه دفترين لا دفتر واحد من الطالب بعد انتهاء من الامتحان ويعتبر الدفترا واحدا لغرض الإحسان مع رفع قائمة إلى مركز الفحص بالطلبة المستخدمين لأكثر من دفتر ترفق مع مغلف الدفاتر الامتحانية تقول وزارة التربية دفتر الطالب الأول إذا خلص يحق له للطالب أن ياخد دفتر ثاني أو لازم يسجل اسمه ومن هاي الشغلات يعني إذا طالب دفتر الأول ما كفه يحق له أن يطلب من المراقب دفتر ثاني بس لازم يسجل اسمه ويتأكد من الرقم الامتحان ترجمة نانسي قنقر